السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطويل فأرجو معايا أنكم تصبروا عليها شوية حتى الكلام اللي حتقال كتير جدا ومن أراد منكم أن نطلبه مننا بالإنجليزي أو العربي أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أبعثها له بالإيميل نتكلم عن الإغاثة إغاثة التنمية أم تميت الإغاثة سؤال كبير جدا سألهلي الأستاذ أحمد الحيت في السودان وطبعا أنا أشكر كل فريق العمل أحمد الشيخ وماهر السيد وعبد الرحمن النحاس وأحمد الحيت سؤال ده من الأستاذ أحمد الحيت اللي هو بيشتغل في مدير إدارة التدريب هو ده أحمد الحيت اللي بيتكلم اللي قدامنا ده بدي ورشة عمل في السودان هو مدير اللي هو إدارة التدريب في مؤسسة العون الباشر في السودان وهو سافر كتير جدا من البلاد الأفريقية من 15 أو 20 دولة عشان يدرب الناس هناك إغاثة التنمية أم تميت الإغاثة سؤال مهم جدا 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 من نسبانه الحمار ده أنا أحد الصور ترية وأنا أعطى أرسم فيها يومين أرسم الحمار ده الحمار ده بيفكرنا أنه هو بالآية الكريمة أننا ما نكونش زي بني إسرائيل كالحمير تحمل أسفار التوراة ولا يدل ما على ظهرهم منها الحمار بيمثل هذه الآية الكريمة وعلى ظهره في كتب كثيرة جوة لكنه هو لا يعي ما على ظهره من معلومات ومن قنوز وهو طبعا من كتر الحمل ده بدأ يئن من التعب فبكى ويرجليه حتى يكسر إزاي ما احنا شايفين الصورة عندنا هنا فاحنا مش عايزين خاصة المتبرعين أو غيرنا أو كلنا نكون كهؤلاء كهذا الحمار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحمل أسفار لا يعلم عنها شيء قد نتأثر بالواقع الإنساني اللي كانت من الكوارث فنصف كل أموالنا في اتجاه واحد وننسى باقي الاتجاهات دي نمرة واحد الصورة الأولى الصورة الثانية برضا كأنا رسمتها للمفرقة الغريبة بين ثلاث شخصيات أمامنا في الصورة هنا الشخصية الأولى اللي هي الشخصية المنتعشة دي اللي بيشرب البايب قدامه وماسك حقنا في ايده ولبس شيك وواقف وصحته بسم الله ما شاء الله يوزن أربع رجالة وماسك في ايده حقنا والشخصية التانية اللي هي مخنوقة ومربوطة بالسلاسل ولبسها هدوم قطعة وبتدمي وبتبكي والشخصية الأصغر منها اللي فتاة صغيرة أيضا يعني في نفس الموقف اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مسلسلة أما الشخصية التالتة فهي دي اللي بتموت خلاص وقربت منها تحتضر فهي شخصية البحث والمناصرة والمساندة وبناء القدرات للجمعيات فلا أن الفند كله أو العمل اللي احنا بنؤمن بيه كمتبرعين المصيبة مش في الجمعية المصيبة في المتبرع وعقلية المتبرع وشخصية المتبرع لا تؤمن فقط لما الإنسان يتقتل أو يموت يدفع فلوس لما المرأة تغتصب يدفع فلوس لما الإنسان يبقى نازح يدفع فلوس لما يبقى لاجن يدفع فلوس إلى آخره فيدفع فقط فلوس اللي غاسة ولما يجعلهم تنمية أو تأهيل وتدريب وأبحاث مفيش كأن شائع لم يكن وبرأة الأطفال في عينه ولا برأة أطفال ولا زفت لا وده حالنا ده نخش بقى في الكلام اللي هو حيكون تقيل كده شوية وأنا حمش به بسرعة بس أنتو خدتوا فلسفة فكرة الكلمة اللي أنا حتكلم عنها النهاردة دي كلها أول حاجة يعني إيه إغاثة إغاثة هي فزعة فزعة أو استجابة لإيه لكارثة وطريقة يعني أحب يهب عشان ينجد خلاص؟ أو بنعرفها إنها إيه مشروع بيتكون من عندها من أنشطها لو حولنا الفزعة دي إلى مشروع هو مشروع فقط لمدة شهر لمدة شهرين لمدة شهر لمدة سنة إلى آخرين بيمشي فيه في وسط هذا المشروع مجموعة من الأنشطة زي إيه الإيواء والغذاء والكساء والصحة والصرف إلى آخرين إيه تنمية؟ التنمية هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي يبقى التنمية عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي وهي عملية تطور شامل أو جزء مستمر وتتخذ أشكال مختلفة وتهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاهية والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجات الإنسان وأمكانياته الاقتصادية الاجتماعية والفكرية وتعتبر هي وسيلة الإنسان وفي نفسه أتغادة الإنسان أن يعيش مرتاح والتنمية برامج تتكون من مشاريع تتكون من أنشطة نقل بالصفحة هنقل بالصفحة اللي عايز الكلام ده بعتهوله هنبعتهوله إيه مدة الإغاثة ومدة التنمية؟ الإغاثة ممكن تتنتدي لأسابيع أو لشهور أو لسنة بكتير أو لما تكون لعملية كارثة كبيرة أما عندما تكون في مناطق الصراعات ففي حاجة بنسميها المشكلة المتمددة من مرحلة إلى مرحلة لكنها مشكلة إغاثة متمددة دخلنا في الصومال ده بنسميها بالانجليزي يعني الأزمة المتمددة في الغزة الأزمة المتمددة ففيه إغاثة بس إيه؟ كل شوية بنحاول نخرج من الإغاثة للتنمية لكنها ما في جديد في الغالي بتكون في مناطق إيه؟ مناطق الصراعات المصلحة دي المدة بتاعته أما التنمية فطبعا أساسها سنين سنين ثلاث سنين خمس سنين أو تمتدي إلى عقد أو عقدين أو أكثر من الزمن لأن أنت بتحاول بناء المجتمع مرة أخرى مش بتحاول أنك تطعم جائع أو تكسي عاري فقط أو تعطي مياه لعطشان الهيكالية بتاعت الإغاثة الإغاثة هي مشريع داخل المشاريع دي بعض الأنشطة اللي نتكلم عنها هي مشروع مجموعة من مشاريع تتكون من مجموعة من الأنشطة المختلفة لتنمع من خلالها تنفيذ هذه المشاريع فالمشاريع ده مشاريع التغذية والأغطية والمياه والكساء والصحة والصرف الصحة والإيواء أما الأنشطة فيها توزيع هذه الأشياء على الإي المحتاجين للنشاط أما التنمية فيها برنامج أو مجموعة من البرامج تتكون كل برنامج من مشاريع مختلفة نراها من خلال مجموعة من الأنشطة تتحقق أو تحقق أهداف كل مشروع داخل برنامج التنمية لو احنا مثلا نضربنا برنامج تنمية الريف أو المجتمعات الصحراوية ها؟ هيتكون إيه تنمية الريف أو المجتمعات الصحراوية ده؟ هيتكون من مشاريع صحية صرف صحي مشجيع تعليمية زراعية تربية حيونات تجارية، اقتصادية، تأهيل، تمامة خدرات إلى آخرية إلى آخرية كل هذه المشاريع بتتفق جميعاً في تحقيق أهداف البرنامج أو البرامج كلم معنا فلوحنا أخذنا المشاريع الصحية اللي هو الإقطاع الصحي هل نحن يتكون من مشاريع اللي نبني عيدات خارجية نبني مستشفيات ندرب ممردين ونرمق مرضات وقابلات ومرشدات صحية إرشاد ورفع وعي صحي بيئي المواطن توفير وتدريب الأطباء شراء عربات إصعاف وغير ذلك دي كلها مشاريع الأكتيفتي بقى أن نحن بنجيب الأدوية بنحدد توزيع الدواء بنحدد اللي هو وقت العمليات الأخيرة فما ننظر أن الصحة شيء والمستشفى شيء والدواء اللي نحن بنوضع على الناس شيء أو الزيارات بتاعت الدكاترة للعينين ده شيء ثالث ورابع ده وجود الدكاترة داخل العيادات وداخل المستشفى يبقى الإغاءة لتنمية برنامج ومشروع ونشاط لو نحن نجد نبص على الدعم المدني للنحيتين لو قلنا إغاثة وكان لوقت عندنا في أندونيسيا ربنا يفك علىهم المحنة اللي هم فيها سونامي تاني السونامي الأوليين شار ربع مليون زي كده السونامي ده اللي اكتشفوهم دلوقتي أكتر من ألف لكن قد يكون في ألف أو ألفين أو تلاتة تحت الأنقاض أنا مرحت في أندونيسيا في ديسمبر 2004 أو يناير 2005 كنا ماشيين على أنقاض بيوت وتحتينا روائح كريهة كان في موتى تحت كل قدم بنمشي فوق البيوت دي كلها ده بالنسبة فتلاقينا أن الدعم المادي للكارثة كان غير عادي وكان فوق طاقة انفاق أي جمعية من الجمعات التي تلقت هذه الأموال أما لما بنيجي بقى في الناحية التانية اللي هو التنمية فمن الصعوبة استعطاف الجماهير لدعم المشاريع المكونة لبرامج التنمية أو حتى دعم الأنشطة داخل هذه المشاريع صعب عقلياتنا مقفولة عقلياتنا عيشة على الدم والدموع والألام ما بتفكرش بطريقة مستقبلية لكي تبني مجتمع وتبني جيل وتبني أمة وتغير تاريخ المستقبل لابد أن نخرج من هذه القوقعة التي تشرنقنا فيها خطأا وهي بعيدة عن الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفت السيدة خديجة رات الله عنها ها وقالت إيه إنك تقرد ضيف يعني بترحب بالضيف وتعيني المحتاج المحتاج بتساعده غاسة وتحمي الكل يعني الكل ضعيف وبعدين وتعيني على مساء والضهر فما نتكلم عن حاجات دي كلها شخصية الرسول كان فيها إغاثة وفيها تنمية في نفس الوقت إغاثة وتنمية مش إغاثة فقط مش إغاثة فقط سلبيات الإغاثة إيه سلبيات الإغاثة؟ ما نقولش إحنا يعني دلوقتي لو دخلت لأي جمعية إنسانية سواء كانت إسلامية وإيه اللي غير إسلامية بيقولك لا فوق يعلو فوق لا صوت يعلو فوق صوت إيه؟ المعركة والمعركة لوقت المعركة إغاثية ليه لحنا دخل لنا فلوس حتى تورم لنا حساباتنا حتى تنتفق الحسابات هنستطيعنا نحفز بها على وظيفنا وعلى قوتنا وعلى كذا وعلى كذا فإحنا نعيش على دماء القتلة وعلى مرض المرضى وعلى معاناة المحتاجين وعلى دموع الأيتام والأرامل وده فهم خاطئ في العمل الإغاثي فهم خاطئ ومنكفئ وقعنا فيه خطأا جميعا سكت مؤسسات غربية أو مؤسسات شرقية مؤسسات إسلامية أو مؤسسات إسلامية إحنا تهمنا بالمال فقط ننظر إسهل بيات الإغاثة وقت الإغاثة اللي وعند نتكلم ده وقت على السونامي بتاع عندونيسيا بقول لك كلنا مشغولين بالاستجابة الطرق إجداء من المال محدش يتكلم محدش يتكلم خلاص أسكت أسكت ده منقول إحنا عندي فيه دكتاتوريين أو دكاتوريين دكاتوريين شخصية دكتورية بتحكمنا فإحنا في عمل إغاثة السعب بننفذ هلأ عشان نجمع المال الواقع ده الفلسفة بتاعت الإيه؟ السلبيات الإغاثة الواقع للجميع مشغول بالاستجابة الطريقة الواقع الإغاثة بقى كل شيء مقبول فوت ارفع انزل إيه؟ طنش علي موخ كبر موخك متعقدش الأمور بنعمل إيه بقى؟ كل شيء مقبول للواقع بتاعنا مفيش وقت للتقييم مفيش وقت المتابعة مفيش وقت للجودة مفيش وقت للتوزيف الكفاءات الكوية سبب نقبل أي كفاءة وشوفوا كله أغلب المشاريع الإغاثية في أي مكان من العالم شوفناها نحن في أمال كتيرة جداً في السودان وغير السودان وفي أفريقيا بييجي أشخاص أقرب إلى الجهل من العلم يديروا ميزانيات مليونية لأننا مش لقينا حد أنا عايزين واحد يكون أجنبي حتى المؤسسات الإسلامية أصبحت تنكفي هذه الانكفاءة إننا عايز إليه ما نسميه إكسباتريت اللي هو الإنسان أجنبي لأن المواطن المحلي ده زبالة مش عايزينه مش حسين يوثق فيه فأنت واحد من بره نجيب واحد من بره ليعرف الألف من كوز الدرة ولا العصاية ولا الأفة من الوش لوقت للتوزيف الأمثل في كل مكان لوقت لمراجعة لقائمة الإنسانية ومن شما نسأت بعد خنادق الإغاثة رجرة صحية التي أدت لوجود سماسرة الإغاثة فأصبح هذا واقع ميداني أليم نشكر الأخ أحمد الحيت لأنه ميداني أكتر مني دلوقتي وكان بيتجيني بعض العبارات دي اللي بعتها كل شوية فده واقع وفلسفة دي سلبية الإغاثة إيه حاجتنا بقى دلوقتي يا رجالة وإخوات اللي عاديين وكل واحد فيكم بيتنطن وكان اللي بيكلمني عايز روح عايز روح كينيا ولا عايز روح الصومال إيه من الصورة عايز روح أندونيسيا ولا عايز روح بانجردش من الصورة مش حدوتة مش فصحة بتتكلم عن ألام وأمال المحتاجين السلبيات الأخرى بقى حاجتنا نعمل إيه بقى إحنا محتاجين إيه إحنا في أشد الحاجة لإيجاد إيليات ووضع إجراءات للتنمية 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 والذي لا يعمل في مجال التنمية هو يعمل ضد الفكر الذي أتى به المنصطفى صلى الله عليه وسلم وأتى به الأنبياء والرسل لأنهم أتوا جميعا لكي يبنوا مجتمعات ويقيموا حضرات واضح 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 إجراءات للتنمية لتحقيق المرجو من مفهوم الجاهزية الحاضر دائما الجاهزية حاضر دائما فقط في المحاضرات في الدورات والكوارث والإغاثة ولا وجود لهذه الجاهزية في الملف الإغاثي لعمل ميداني أي حد بيجيبه ونرميه هناك اطلع يا جدع اطلع يا أخت إيه 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 تفاكرين البناء أدمين المرين في الشوارع دول مجموعة من الحجارة ومن الطوب منهم من كان دكتور وكان أستاذ في الجمعة وكان محامي وكان مدرس وكان أحسن أحسن منك في التعليم وفي القيم والثقافة ما تبعطلوش أي حد تبعطلوش أي حد مقبلك وذلك لكي نقوم بتأهيل وجهزية العنصر البشر اللي قدرت الملف الإغاثي أي أن كان يبقى احنا عايزين تقييم متابعة جودة توظيف أمسل إلى آخر وهذا ما نسميه الجهزية النوعية اللي عاملين في الحق الإغاثي الجهزية النوعية اللي عاملين في الحق الإغاثي وتحويل الفزعة اللي اتكلمنا عنها إلى تنمية الإغاثة يبقى الفزعة الأولية إلى هلا هب هلا هب هلا بنحولها نحولها اسمها إيه؟ تنمية الإغاثة لابد نغير الفكر الإغاثي المنكفئ المبني على جمع المال فقط دون وجود رؤية كافة تسعف المال يعني ايه مفهوم أننا نقول ايه غس التنمية أو تنمية الإغاثي عين مفهوم ده مفهوم فيه أساس شيء مهم جدا المانح في التنمية بالدرجة الأولى والمانح الدولي والحكومات لابد أن نغير هذه الفكرة لأننا نتأثر سلبا 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 بثقافة كل مانح أجنبي عن الوطن ثقافته دي نمرة واحد هل من الممكن تنجيل مفهوم أجندات المانحين إلى أجندات أصحاب المال الحقيقيين يعني لوقت حط الأجندة الأساسية إلى أجندة صحب المال اللي هو مين اللي هو النازح واللاقي والمريض والفقير إلى آخر ده التحدي اللي احنا مفهوم داخل مؤسستنا الإغاثية أو الخيرية أن نقوم به أو أن نواجهه نعمل إيه بقى برنامج التحدي ذا يكون في إيه إن إحنا ساعة الإغاثة إذا أردنا إننا ننفذ مرشوع إغاثة التلمية ساعة وقت حدث الإغاثة هذا ما نفعله أول حاجة نكون فرق فرق عمل زي ما قال الأخ أحمد الحيت الأستاذ أحمد الحيت فرق عمل أول واحدة في أول فرقة اللي هي فرقة للصراخ من أجل الاستجابة الفورية وجمع الدعم المدينة ما فيش عائلة لها أي خلاف تاني حاجة فرق لرفع رايات التحذير والحجد والمناصرة وما فيش جمعية جمعية العربية أو الإسلامية أنا أعرفها شغالها لا في الحجد ولا في المناصرة اللي حنا بنسميه بالإنجليز الأدفوكسي اللي حنا بنسميه في القرآن والقرآن الحض ويحضه على طعام المسكين دي نمرة أثنين دي نمرة أثنين فرق أخرى تحط عدسات مكبرة عشان تضع الرؤية للمستقبل في ماذا بعد الكارثة وانت في وسط الكارثة والفلولة نفرة من كل فرقة النفر أو طائفة اللي يتفققوا في الدين النفر من الطائفة دي لابد يكون موجود ساعة الكارثة عسان ياخدك من الكارثة لبر الأمان الفرقة الرابعة طالع خرائط الطرق الممهدة لعادة البناء والبدء في تنفيذ المشايا التنموية ليكتشف ليكتشف ميجي المانح بقى علينا لدينا مقسمين خريطة العمل بتاعنا أربع طرق أو أربع 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 محاور لكي يكتشف كل من المانحين والعملين والحكومات أن البصلة الحقية هي في احتياجات وأمكانيات ايه؟ وموارد ايه؟ المجتمعات المحلية ما يجيش يعمل لنا خريطة خريطة احنا عملناها عملناها بالفزعة وعملناها بالحسد ومناصرة وعملناها بوضع الرؤية وعملناها بوضع خريطة الاستجابة ودي بتنقسم تلتقى أقسام أول حاجة ماذا نملك من إمكانيات احنا محلية إلى أين نذهب بالمجتمعات وما هي الفجوات المجتمعية الحقية الوجب الرجمحة ونحن نضعها قبل ما يجي أي مانح أجنبي ايه هي إمكانياتنا؟ إلى أين نحن نذهبين بالمجتمعات؟ ما الفجوات الحقية في المجتمع ويصبح شعار البرنامج هو التنمية المسلمة التنمية المسلمة هي مبنية على وعمل الفرق دي قبل البدء في البرنامج التنمية فجواتك سر تنميتك ده كان كلمة كده حطاها أحمد الحيت وانا ايه زبطاها كده فجواتك سر تنميتك التحدي فين بقى هنا؟ التحدي فين هنا يا شباب؟ متى تصبح الإغاثة مهنة؟ مش هلبولة؟ أنا شايف في الفيسبوك وفي كذا مجميع متعلمة هلبوليين أنا حسميهم هلبوليين يلا نروح هنا ونأخذ لنا سورتين ونعاية ونعصر للمونة ونعصر بصلتين لا بطلنا بطلنا مجموعات الهلبولة دي مش عايزينهم يابد تكون حرفة حرفة قائمة على مهارات مكتسبة اللي عاملين والمتطوعين كذلك تبقى قائمة على الدراسة والأبحاث الميدانية المهنية قائمة على التشخيص القائمة على الحقائق المجتمعية قائمة على وضع الخطط العلاجية المرحلية وطولة المدى للتدخل قائمة على استقراء برنامج التنمية اللي لازمها الخروج من الكوارث إلى التأهيد إلى البناء والتنمية ده التحدي واضح؟ أيوة هتقول لي انت شباب ويرور ولا فانكوش بالشعر ولا عامل لي منظر وضرب لي بويا في أفاك لا كل ده ما يصابيش ولا مليم إلا انك تفهم انت رايح تبقى ازاي متخصص في العمل اللي انت حتقوم بيه والعملية مش توزيع أكل ومش توزيع مية ومش توزيع كساء العملية مسئولية في بناء مجتمع حتى لو كان ساعد الإغاثة نفسها ده التحدي لأنك ازاي نحول ده الإغاثة إلى مهنة المشكلة بتقعوا فين بقى هنا عشان احنا طولنا عليكم المشكلة بتقع أول حاجة في التكوين العاطفي للإنسان سواء كان شرقي أو غربي وإحنا بنقول الإنسان ده القاعدة بتاعت لو لا نفرم من كل فرقة طائفة يتفقه في الدين ما ينفعش كلنا نعمل حاجة واحدة في نفس الكارثة ناس يعملوا ألف ناس يعملوا به ناس يعملوا جيم ناس يعملوا دال ونسيار المستقبل عاطفيين يكون في ناس مع جمعة عندنا غير عاطفية دي نمرة واحدة نمرة اتنين تكوين الشخصية الشرقية واللي كثير من الأحيان بتعتخد النشاط هو كل شيء يعني ايه يعني ايه اجيب بعض المتوعين مثلا من بلد ما او لهم وضعوا حبة أكل الناس يروحوا يفرحوا جزاهم اللاخر يفتكنوا يعمل مشاريع وكذا 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 ويرجعوا منتشين بتوزيع الأكل انا عايز اعلمهم قبل ما يروحوا ان توزيع البأكل ده اصبح شيء ثانوي جدا 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 واصبح علينا من المسئولية ومن الحرمانية لا ننتقل بالتوزيع هذا الى بناء المجتمع يعني ميجي حد يقول لي انا عايز خمسة والعشة والعشين والعشين وانا ميت مليون عشان نوزع اكل بأمرت ايه انا عايز خمسة والعشة والعشين مليون عشان نزرع على الارض عشان نعمل اسواق عشان نبني بيوت عشان نبني مستشفيات عشان نبني مدارس ايه عشان الاكل حنوزعو كويس مرحلي 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 وليس ابدي فانا عايز ارتقي نريد ان نرتقي بفكر توزيع الاكل والشرب الى فكر بناء المجتمع وبناء الانسان وبناء الحياة داخل المجتمع عشان نبطل في المستقبل نوزع اكل ونجعل من هؤلاء الناس اللي هم اصلا من المهندسين والفلاحين والعمال والاسدزة والاطباء الممتحنين لكي هم يبني مجتمعهم فاهمين تقع المشكلة التالتة عدم فهم وادراك المتبرع الشرقي او الغربي الاهمية التنمية مش فاهمين نرجع لصورة ايه صورة الحمار مرة ثانية انا مش عايز امثل حد من امثالي بالحمار بس واضح المسأل الوضع ربنا سبحانه وتعالى ان انا احمل فوق ظهري كنوز من الاموال لكن لا اعرف كيف اصرفها لا اعرف كيف اوجهها لا اعرف ماذا اعمل بها حتى المؤسسات القائمة على الكوارث لابد ان تقف وقفة انسانية ووقفة اخلاقية مع نفسها ماذا قدمت المجتمعات من بنائها وليس من اغاثة فقط رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن والتفرق بين النشاط والمشروع والبرنامج والاغاثة والتنمية جعل تطوع مادة دراسية الزامية يتلقاها التلاميذ والطلبة في كل المدارس ده بالنسبة على مستوى الحكومة وجعل تطوع خدمة مجتمعية لكافة العملين في الدولة واحدة وسائل الترقية داخل الدوائر الحكومية ده بالنسبة للحكومة بالنسبة للحكومة يبقى بالنسبة للرفع الوعي المجتمعي جزء منه مسؤولية اخرى مؤسسة ثم جزء على الحكومة تطوع مادة في دراسية جزء على الحكومة تطوع الترقية مع الحكومة او على مؤسسات المجتمع المادة هنا بقى الخطر بقى ان من اربعة دي استقطاع وأنا بقول لكم اهم وأحاسب على هذا الكلام استقطاع جزء من مال الإغاثة أثناء الكارثة لكي نبني به المجتمع قد يكون ما بين 25% إلى 30% بناء قدرات حشد مناصرة حتى عمل مشاريع تنموية في أماكن ما في هالسراعات مسلحة او حبس الجزء من هذا 25% أو 30% حبس هذا الجزء إلى ما بعد حدث السلام اوعى تصرف كل 100% على أكل شر بني ملبس حذاري وأنا أعقد أخف أمام الله سبحانه وتعالى بهذه الفتوى المجتمعية حذاري كم صرفنا على القليل السورية دلوقتي كمؤسات اسلامية وعربية عشرات المليارات ها والعالم كله عشر عشرات المليارات وبعدين سألنا بعض الناس في أماكن مختلفة هل عندكم احتياط استراتيجي هل عندكم مال محبوس لكي جزء من المال كنت بسأل 5% أو 3% أو 4% ما في شيء اسرف ما في الجيب هذا ليس فكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا فكر الأنبياء والرسل ولا فكر سيدنا يوسف عليه السلام الذي عاد بناء اقتصاد مصر وارتفع بها إلى دولة محورية عظمى في الكون الفكر هذا فكر كفائي فكر يجعل طبقات ما بيننا أو فجوة ما بيننا وبين المحتاجين هم أصحاب المال الحقيين لابد أن يستقطع جزء من هذا المال عشان نعمل فيه بناء قدرات وكفاءة البشرية بناء نسيج المجتمع من خلال بناء مؤسسات المجتمع المدني صراعاتها المختلفة بناء الإدارات المحلية متضررين من أثار الكوارث الطبيعية وصراعات المصلحة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين كل هذه الأشياء من 25 إلى 30% بتعمال الإغاثة أنا بقول لكم بتعمال الإغاثة وأنا أعي ما أقول الإنفاق على إقامة مشاعر التنمية في الأماكن التي ليس فيها صراعات المصلحة أثناء الحروب حبس جزء من هذا المال مرحلية لانتهاء صراعات المصلحة ثم انفقها فيها بعض عن مشاعر التنموية رفع الوعي المجتمعي المين ده لدى العلماء نجيب العلماء دون أعادهم تعال هنا هو تعال وشوف المشكلة وعمل لنا شيء عشان نبني المجتمع وبعض الإعلام ما بيمشي من التلفزيون ومن الكاميرا بتمشي من التلفزيون بننسى القضية ونسينا قضية البوصنة ونسينا قضية أفغانستان ونسينا قضية كثيرة جداً وحننسى قضية اليمن وحننسى قضية سوريا ونسينا قضية اليمن وحننسى قضية اليمن وحننسى قضية اليمن وحننسى قضية اليمن وحنن قضية السناني وحن نسينا اعوز بالله مشاهم من الكلمة دى انا ماشى مش انتم أنا اللي ماشي كالحمار الذي يحمل أصفار أنا هذا الحمار كرمكم الله رفع الوعي المجتمع من خلال الاجتهاد في تفسير النصوص الدينية ودلك من خلال توضيح أبعاد المشاكل المجتمعية ليس من خلال الشرح فقط بل من خلال ترتيب الزيارات المدينية لأماكن البناء والكوارث والتنمية إذا جاب على السؤال بقى أحمد الحيد بقى نرجع مرة تانية واجع على البن أحمد الحيد ده النار بأسئلته كتير يعني هو قعد في السودان بقى في وسط البعود وفي وسط كذا وكذا وكذا وبيعبت لنا أسئلة توجع رأسنا مش كده عايزين تنين نسبالين ولا تنين بقناة دول اللقتي السؤال التنمية أغاث التنمية أنا بقول لكم شخصيا التنمية تحتضر تحتضر وتحتاج إلى مشاريع إغاثية لبقائها ثم تنميتها أوعى تفتكر المشروع أنت بتعمله ده الست وشهر والعاية تنمية هي 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 دي المرة واحد أما الإغاثة اللي معانا دلوقتي منتفخين بها فتحتاج إلى مشاريع استثمارية في إيه بقى؟ فكرية لتنميتها لماذا؟ لأن أموال إغاثة كثيرة لتنميتها فكرياً فتخرج لنا من أموال الإغاثة فقهاء وعلماء وعاملين يستطيعون توعية المجتمع للتعامل مع الإغاثة والتنمية بنفس الأهمية ده الإجابة على سؤال أحمد الحيت التنمية تحتاج تحتاج إلى مشاريع إغاثية لبقاءها ثم تنميتها أما الإغاثة فتحتاج لمشاريع استثمارية فكرية لتخرجها لتخرج لتنميتها فتخرج لنا فقهاء وعلماء وعاملين يستطيعون توعية المجتمع للتعامل مع الإغاثة والتنمية بنفس الأهمية والمقولة الأخيرة اللي هو كتبها بردك التنمية إغاثة المستقبل والإغاثة إصعاف الحاضر التنمية إغاثة المستقبل والإغاثة إصعاف الحاضر هذه الصورة نحن نتكلم عنها علشان هذه الصورة دي واقعية واقعية مليون المية ده الإغاثة وده التنمية وده البحث حد يقدر يعمل أي شيء من غير ما يبحث يعني مخابة من الاستشارة الاستشارة جزء من البحث دي قاعدة البحث اللي بنبني عليها كل شيء فأدي التنمية وأدي الإغاثة وأدي التنمية وأدي البحث وهنا بقى أنا شفت بقى بصولي كده اللي فقية ده أنا مش عارف قيمة ما أعملكه من مقدرات مادية وشايل فوق ظهري كل هذه الأشياء اللي تلاقي عنها ولا عرفها شيء إخواننا لابد نغير مفهوم الإغاثة ومفهوم التنمية ومفهوم البحث ومفهوم الدفاع والمناثرة والدفاع عن المجتمعات وإلا حنعيش طول عمرنا نطفي حرايق زي احنا منطفيها من 3040 أو 50 سنة يبقى أنهي قولي مننا نقول جزاكم الله خير أنكم تحملتم شدة معاناتي في إصال هذه الرسالة لكم كانت طويلة ومن كان منكم مريدة أن يأخذ نسخة منها يقول لنا وأحنا بعتها له بالإيميل بعتلي على الفيسبوك وكذلك بنشكر كل الشباب اللي كانوا معايا يعني محمد الحيد من السودان وعحمد الشيخ من إدلب وماهر السيد من أنطاكيا وعبد الرحمن النحاس من برمنجام ونراكم بعد نصف ساعة بالإنجليزي I will see you again at one o'clock in English the same talk إن شاء الله see you in شاء الله stay tuned ترجمة نانسي قنقر